السلام عليكم تمنى تكونوا باخر و بصحة جيدة اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم طريقتي في اعداد البغرير كيجي متقب و ناجح مئة في المئة مع اضافة واحد النكهة خاصة خليكم معي تكتشفوها في اخر الفيديو ندوزو الطريقة و المقادر بالنسبة المقادر كنحتاجو جوج كيسان ديال السميدة دي الحرشة كنحتاجو كاز ديال الطحين ديال فورس و حيد ملقات الخميرة قليل من الملح فاني و خميرة كيموية و الماء بسم الله في الخلط الكهربائي كنوضع جوج كيسان ديال السميدة الكاس اللي كنعبار به السميدة هو اللي كنعبار به الدقيق و كنعبار به الماء سيكون نفس الكاس من بعد كنضيف الضاقيق و كنضيف القالي من الملح و من بعد كنضيف الخميرة حبيبة او لمعجونة اللي عندكم و كنضيف خميرة كيموية وحدة و كنضيف فاني فاني باش كي اعطينا واحد من السماء و كتغطي الى الخميرة و من بعد كنضيف الماء الماء كنعبار اربعات الكيسان بنفس كاس ديال السميدة كيف قوت لكم اربعات الكيسان ديال الماء اشتركوا في القناة كنخلط المكونات كاملة في الخلط الكهربائي حتى كندمجونا مع بعضهم و من بعد كناخد ايناء و كنخفين خالط ديالي بالنسبة لخالط ما خاصوش يكون خفيف بزاف وما يكونش يتقيل بزاف يعني يكون بحالة شكل هذا يكون متوسط فهذه الأثناء سنأخذ البلاستيك الغذائي ونغطي بالخالط لكي يختمر تقريبا مدة الاختيمار ما بين نصف ساعة حتى الساعة لاروب يعني فاش كتشوف الحجم دياله الضاعف وعمل فقاعات يسافر الخالط وهذا كي يبلك انه اختامر سنضع البلاستيك الغذائي باش يخمر لي مزيان ومن بعد سنوضع لي واحد المنديل رقيق ومن الأفضل يكون في مكان دافئ وكذلك الحساب الجو إذا كان الجو بارد رخصك تغطيه مزيان أما لكان الجو سخون ماشي مشكل وخا غير بلاستيك الغذائي فقط أنا فادل أثناء الجو عندي شوية بارد لديك شف أنا ضوبلت البلاستيك الغذائي وغنوضع عليه واحد المنديل بعد مرور تقريبا 45 دقيقة البغرير ديالي اختامر وعمل فقاعات كيف كتشوفوا الضاعف الحجم دياله فأنا غادي ناخد الخلط اليدوي وغادي نبدأ نطرب باش نخوي منه ديك الهواء غادي نطرب مزيان بهذا الشكل هادا هاد العملية كان عملا ضروري كيف كتشوفوا معايا فهو الحجم كي نقص يعني كيرجع للحجم الأصلي دياله قبل اختيمار هادي المقلة اللي غادي نستعمل مقلة خاصة بالبغرير ما كتلسقش ما الأفضل انها تكون مقلة خاصة بالبغرير باش نجح لكم هنا بديت نطيب البغرير ديالي سراعت الفيديو باش ما يجيش طويل لحقاش البغرير باش كي طيب يعني كياخد وقت شوية طويل خاصة ان اني كنطيب والبغرير كتكون متوسطة يعني ما تكونش مجهدة وما تكونش مهيلة البغرير خاصة تكون موسطة كيف كتشوفوا تبارك الله البغرير كيجي رائع ومتقب هنا ساليت الكيمية اللي كانت عندي بتطيب كيف كتشوفوا ركي حطنا كيمية لا بأس بها تبارك الله وكتجيب بغرير غزالة وخفيفة بالنسبة لنكها الخاصة اللي تكلمت لكم عليها اول فيديو هي عشبة تازوكتنيت هذه العشبة منسمة عطرية تسمى بتازوكتنيت والشبيهة لحد كبير بالزعترة لدرجة ان البعض مكف الرقش بيناتهم وتعد من النباتات النادرة التي لا توجد الا في المغرب بل فقط في الاطلس الكابير الغربي والاطلس الصغير ورغم وجود قرابة 300 نوع من الزعتريات الا ان تازوكتنيت يعرف طلبا عالميا ووطنيا بسبب استعماله طبيا وفي الطبخ الى جانب كونه غداء للنحل المنتج للعاسل هنا ايه كندير انا يفوحد كصغول كنضيف العسل وكنضيف العشبة تازوكتنيت بعد ما غسلتها ونشفتها وكنضيف جوج معلقة ديه الزبدة وغادي نوضع الكل على نار هادئة حتى غادي يدوبنا ديك الزبدة والعسل من بعد ما يدوبلي الزبدة والعسل فانا غادي نصفي الخالط مزيان هنصفي من الشوائب ومن بعد غادي نبقى نستعمله وغادي ندهن به البغرير دينا فهو كيعطينا وحد نكهة رائعة والان كتطلع وحد نسمه غزالة وحد نسمهة رائعة ويمكن لكم تحتفظوا بيدهنوا به مخمار الحرشار غايف وصلنا النهاية الفيديو البغرير اللي شاركت معاكم هو هادا كنتم منينا الاعجاب ديالكم واناكم غادي تجربوه وتضعو ليه بتعالق وبالنسبة للعسل اللي شاركت معاكم هو هادا كيجيب هاد الشكل هادا فهو كيكون في الاول خفيف ومن بعد كيبدا يتقل الناس دريجيا لحسب درجة الحرارة الجو كنشكر المتتبعين على التعاليق الزوين اللي كيخليولي وكنرحب الناس جداد واذا كنتي اول مرة كاتشو في الفيديو المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد شكرا لكم دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء شكرا لكم شكرا لكم